نقش اجتماع عقد في العاصمة عدن برياسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميدة الركن نايف الحميدي ومستوى أداء العمل في الصندوق خلال المرحلة الماضية وجهود إعداد ووضع خطة الصندوق للعام القادم وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير العمل الخاصة بالصندوق والآليات والضوابط التي ينبغي على الجميع الالتزام بها لمواصلة النجاحات ويعادة الدور الريادي للصندوق الذي يعد أحد الركائز الأساسية بالوزارة في خدمة شريحة أسرة الشهداء والمتقاعدين وأشهد العميد الحميدي بجهود القيادة السابقة للصندوق التقاعد الأمنية والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية مشددا على ضرورة تكاثف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحدة والتزام الجميع بالمهام والمسؤوليات الملقى على عاتقهم